حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن امه انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس انه افطر بعرفة اتي برماء فاكله وقال حدثتني ام الفضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر بعرفة اتته بلباء فشربه حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال وحدثني حسين بن عبد الله بن عباس عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس عن ام الفضل بنت الحارف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ام حبيبة بنت عباس وهي فوق الفطيم قالت فقال لان بلغت بنية العباس هذه وانا حي لا اتزوجنها حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن حميد عن انس عن ام الفضل بنت الحارف قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته متوشحا في ثوب المغرب فقرأ المرسلات ما صلى صلاة بعدها حتى قبض صلى الله عليه وسلم حثنا سفيان عن ابي النظر قال سمعت عميرا مولى ام الفضل ام بني العباس عن ام الفضل قالت شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفت فقالت ام الفضل انا اعلم لكم ذلك فبعثت عرفت بلباء فشرب حثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارف الهاشمي عن ام الفضل قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فجاء اعرابي فقال يا رسول الله كانت لي امرأة فتزوجت عليها امرأة اخرى فزعمت امرأتي الاولى انها ارضعت امرأتي الحدث املاجة او املاجتين وقال مرة رضعة او رضعتين فقال لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان او قال الرضعث او الرضعتان حنى ابو سلمة الخزاعي قال اخبرنا ليث ويونس قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن يزيد بن الهادي عن هند بنت الحارف عن ام الفضل ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت فقال يا عباس يا عم رسول الله لا تتمنى الموت فان كنت محسنا تزداد احسانا الى احساني كخير لك وان كنت مسيئا فان تؤخر تستعطب خير لك فلا تتمنى الموت قال يونس وان كنت مسيئا فان تؤخر تستعطب من ايساءتي كخير لك حنى يحيى ابن ابي بكير قال حدثنا اسرائيل عن صماك عن قابوس ابن ابي المخارقي عن ام الفضل قالت رأيت كأن في بيتي عضوا من اعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فجزعت من ذلك فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال خيرا تلد فطمة غلاما فتكفلينه بلباني ابني كيقثمين قالت فولدت حسنا فاعطيته فارضعته حتى تحرك اوي فطمته ثم جئت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسته في حجره فبال فضربت بين كتيفيه فقال ارفقي بابني رحمك الله اوي اصلحك الله اوجعتي ابني قالت قلت يا رسول الله اخلع ازارك والبس ثوبا غيره حتى اغسله قال انما يغسل بول الجرية وينضح بول الغلام حثنا ابو معمر وسمعته انا من ابي معمر قال حدثنا عبدالله ابن ادريس قال حدثنا يزيد يعني ابن ابي زياد عن عبدالله ابن الحارث عن ام الفضل ابنت الحارث وهي ام ولد العباس اخت ميمونة قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فجعت ابكي فرفع رأسه فقال ما يبكيك قلت خفنا عليك وما ندري ما نلقى من الناس بعدك يا رسول الله قال انتم المستضعفون بعدي حدثنا عفان وبهز قال حدثنا حماد ابن سلمة قال اخبرنا عطاء الخراساني عن لبابة ام الفضل انها كانت ترضع الحسناء او الحسين قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتجع في مكاء مرشوش فوضعه على بطنه فبال على بطنه فرأيت البول يسيل على بطنه فقمت الى قربة لأصبها عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام الفضل ان بول الغلام يصب عليه الماء وبول الجرية يغسل وقال بهز غسلا حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حميد كان عطاء يرويه عن ابي عطاء عن لبابة حدثنا عفان حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن صالح ابي الخليل عن عبدالله بن الحريث عن ام الفضل قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني رأيت في منامي ان في بيت او حجتي عضوا من اعضائيك قال تلد فاطمة ان شاء الله غلاما فتجفلينه فولدت فاطمة حسنا فدفعته اليها فارضعته بلبنق ثم واتيت به النبي صلى الله عليه وسلم يوما ازوره فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه على صدره فبال على صدره فاصاب البولو ازاره فازخت بيد على كتفيه فقال اوجعت ابني اصلحك الله او قال رحمك الله فقلت اعطني ازارك اغسله فقال انما يغسل بول الجرية ويصب على بول الغلام حثنا ابو كامل حدثنا حماد عن قتادة عن ابي الخليل عن عبدالله بن الحريث عن ام الفضل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الاملاجة او الاملاجتان حثنا عبدالرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عطبة عن ابن عباس عن امه ام الفضل قالت ان اخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب سورة المرسلات حثنا يحيى بن سعيد عن مالك حدثني سالم ابو النظر عن عمير مولى ام الفضل ان ام الفضل اخبرته انهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم اليوم عرفة فارسلت اليه بلباء فشرب وهو يخطب الناس بعرفة على بعيره حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن سماكي بن حرب عن قابوس ابن مخارق عن ام الفضل قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت مثل حديث عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن صالح ابي الخليل فذكر مثله حثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سالمين ابو النظر عن عمير مولى ام الفضل عن ام الفضل انهم ثماروا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم اليوم عرفة فبعثت اليه بقدح فيه لبانا فشربه قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك وحدثنا حماد بن خالد قال حدثنا مالك المعنى عن ابن شيهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن ابن عباس انه قال ان ام الفضل بنت الحريث سامعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرت بقراءتك هذه السورة انها لا اخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس انه افطر بعرفة قال وحدثتني ام الفضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر بعرفة اتته بلباء فشربه حدنا بهز وعفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن ابي الخليل عن عبدالله بن الحريث عن ام الفضل بنت الحريث سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم اتحرم المصة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وقال عفانوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل فذكره اشتركوا في القناة